اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيعمل تآكل في الطبقة الخارجية بيسموها دي ميلينيشن يعني بيشيل ميلينشيث او الغطاء الميليني اللي موجود على العصب من بره وبالتالي اصبح العصب متعري فيقدر يحس مش بس بالقلم في الدعاء ويحس باشياء غير مقلمة يعني الشيء غير مقلم يديره شعور بالقلم يعني لما يكون مثلا عصب في درسك واتعرى العصب بشرب مية هي المية مقلمة المفروض لا طب لو العصب متعري احس بيها لما المس رجلي دي مقلمة لأ لكن لو العصب نفسه الغطاء بتاعه تشال تبقى هنا مقلمة دي حاجة صعبة قوي بالزبط طيب هي ايه علاقتها بمرض السكر يعني علاقة مباشرة قوي كده السكر يقدر يعمل تهاب أعصاب طرفية بثلاث حاجات أولا السكر نفسه قمرت يعني ارتفاع السكر المزمن نتيجة حاجات كتيرة بتحصل جوه الجسم بيكون نتيجتها في النهاية انه ان الطبقة الخارجية زي ما قنا بتتآكل طيب وإيه كمان فيه بقى معلومة غريبة وعجيبة جدا جدا انه علاج السكر نفسه ممكن يعمل التهاب في الأعصاب الطرفية مشهورة قوي عندنا الحكاية دي واكتشفوها بعد اكتشاف الإنسولين حد سكره عالي طول الوقت فترات طويلة جدا جدا وبعدين نبدأ ندله علاج فيبدأ سكره ينتظم مع انتظام السكر تبدأ تظهر أعراض التهاب في الأعصاب الطرفية مع انه ما كانش بيشتكي منها قبل كده الاول اتهموا الإنسولين فيها بس بعدين اكتشفهم ان لا ده يعمل هاش علاقة بالإنسولين ده ليها علاقة بتنظيم السكر نفسه بتنظيم السكر نفسه الفرق الجوهري بين الاتنين ان لو السكر هو اللي مسبب التهاب العصاب الطرفية بيحصل بالراحة وبعدين تلاقيه بيزيد معاك واحدة واحدة على مدار شهور وسنين لكن الناتج عن الأدوية يقولك دكتور انا اه سكر انتظم بس ما كانش فيه التهاب في رجلية ولا حرقان ولا تنميل في رجلية من ساعة مخطي العلاج وسكر انتظم بدأ ده يحصل معاك يعني ده ممكن يبقى من الأعراض الجانبية لبعض الأدوية لا هو مش أعراض جانبية للدواء هو ناتج عن تنظيم السكر نفسه طب ليه لما نظمت السكر ده حصل مش فاهمين ما عند لاش تفسير ليه السبب التالت اللي بيخلي ملود السكر دايما عرضة للتهاب الأعصاب كمان انه السكر بيحصل معاه بعض الأمراض اللي ممكن نكون مش مانتبهين لها زي مثلا على سبيل المثال كسل غضة درقية الاتنين اصدقاء وكورونا يعني دايما المريض اللي هو عنده السكر هو الأكثر عرضة لكسل غضة درقية ومن ضمن أعراض كسل غضة درقية التهاب الأعصاب الطرفي فتلات أسباب تؤدي في النهاية ليه مريض السكر هو الأكثر عرضة للتهاب الأعصاب طيب ايه هي بقى الأعراض بتاعت التهاب الأعصاب الطرفية يعرف منين يعني التهاب الأعصاب الطرفية أنا يعني فيه صور ريت يعني بالضبط آه يا سلام دي الشعور الدائم سي دعاء عند مريض السكر تخيالي ان كل خطوة بيخطوها هي دي دايما وعشان كده يعني لو كنت حب يحط عنوان لحلقة النهاردة أنا هسميها فعلا فعلا المعاناة والألم إنسان يعاني طول الوقت فعلا معاناة طول الوقت ألم طول الوقت آه يا رب في نهاية الحلقة نقدر نخليها لا ده علاج وأمل إن شاء الله إن شاء الله نقدر نوصل للناس نقدر نعالج ونقدر نعمل حاجة كويسة أوي فيه صورة بقى تانية بتوضح لنا أشكال التهاب الأعصاب الله صورة جميلة جدا الصورة دي دعاء أوي آه اللي في أقصى اليسار اللي في أقصى اليسار دي دي الصورة المعتادة الزهنية عند الناس لما بيحصل التهاب في الأعصاب الطرفية تنميل وحرقان وقهربة والأخطر الخضر يعني الأول هو بيحس برجله آه إحساس مش لطيف بس بيحس بيها بعد شوية أنا معدتش حسي برجل لا بخير ولا بشرر وقلنا عليها المرة اللي فات لو حضرك متذكرة إنه ممكن أمشي والشوز شبش بيتخلع من رجلي وامشي مسافة طبعا كمان دي الأقصر شهرة لكن كمان الصورة الثلاثة الأخيرة دي في منتهى الأهمية من أشكال التهاب الأعصاب الطرفية إنه ممكن ييجي ياخد فخد بس الفخد بس اللي بقى فيه تنميل وحرقان حاجة كده تشبع النساء اللي بعدها كمان صورة حلوة قوي إنه ممكن يحصل انضغاط للأعصاب هنا بسبب السكر فيشعر بتنميل في الثلاث صوابع دول ونصف الصبع ده أو بالزبط في دي الأتنين اللي هي الإيد الشمال في الصورة الثلاثة أو إنه هو يشعر بتنميل في الصبع ونصف دول طبعا كل واحدة فيهم ليها سبب إحنا عارفينه يعني مش عايزة خشف تفاصيل العلمية تتوهي الناس معنا الصورة الأخيرة كمان صورة جميلة قوي من ضمن أشكال التهاب الأعصاب الطرفية إنه زي ما يعني السكر بيأثر على الأعصاب الحسية اللي في رجلين ممكن يؤثر كمان على الأعصاب اللي بتروح للجهاز الهضمي ودي هستأذنك لو نعمل لها حلقة لوحدها أيوة يعني بيحس بألم آه ده موضوع ضخم هجيب بقى من أول الفم لحد المعدة للقولون للكبد للمرارة كل شيء لأن الجزء ده الناس بتعاني منه والكل بتشخص على إنه قولون عصبي وفي الحقيقة مش قولون عصبي ولا حاجة هو تأثير سكر على الجهاز الهضم ولو السكر انتظم كل هذه الأعراضي تختفي معانا اللي أنا عايز أقوله الرسالة عايز أقولها يا جماعة إنه التهاب الأعصاب الطرفية في مرض السكر مش بس إيدي ورجليه لا ده ممكن أشكال تانية كتير جدا جدا المفروض يكون الدكتور يعني واعي بيها ومتفاهم إن ده ممكن يحصل معانا لا حولة ولا قوتة إلا بالله لا هندي الأمل هندي الأمل بعد هندي الأمل لأن الأعراض كده وضطرت الواحد فعلا سبحان الله هندي الأمل إن شاء الله طيب يعني هو هيحس بألم بس هي دي زي ما انتفقنا المفروض المفروض الدكتور يكون عليه دور أكبر شوية يعني أنا مش هستنى ما المريض يحس بالألم أنا بفحصي لقدم المريض من البداية بقطعة قطنة تخيالي وأقدر أمشيها على رجليل اتنين انت حسس بواجع حسس بالقطنة ولا لا مش حسس بيها ده أول شعور بيحصل عند المريض قبل حتى ما هو يحس بالقهرباء والشكشاكة والحرقان اللي في رجليه أو بالإبرة أو لو انت فاكرة جبنا مرة اللي هي الخيط الرفيع ده و بنعمل في صوابع رجليه بطريقة معينة بفحص الطبيب لرجل المريض أنا ممكن مبكرا أستكشف وجود علامات للتهاب العصاب الطرفية حتى من قبل المريض ما يشتكي دي مرحلة أولى المرحلة تانية هو بيشتكي بألم بألم بأشكال بقى كتيرة جدا جدا زي ما اتفقنا حرقان كهرباء شكشكة تنميل في رجلية طول الوقت شعور صعب جدا ثم الخضر ان انا مش حاسس برجلي خالص تمام ده على مستوى الأقدام على مستوى بقية الجسم ممكن الأعصاب اللي بتغذي الجهاز التناسلي فيبدأ يحصل مشاكل في العلاقة الزوجية اللي راحة ليه الجهاز البولي كمان دي من الحاجات الحلوة قوي ان المريض يشتكي انه عنده تكرار تبول مع ان سكري منتظم انا عنده تكرار تبول وروحت لدكتور المسارك قال بروساتها كويسة دي من ضمن علامات انه دي بيسموه عندنا المسالة العصبية دي من علامات السكر الغير منتظم ولو انتظم ممكن تحصل مع الأرض بشكل كويس جدا يعني الأساس القدم اه هي دايما البداية بالضبط سواء بقى تنميل بالضبط طو هل الكرامب اه ممكن يكون وان كنا بنبحث في الحالة دي عن حاجات تانية يعني مثلا نقص الكالسيوم نقص المغنيسيوم نقص بعض المعادل اللي ممكن تؤدي إلى ده او ان يكون مثلا عند ديسك في ظهره في انزلاغ غضروفي واحنا خطأا نقول ده من القدم السكري وهي او من التهاب العصاب الطرفية وهي مش التهاب العصاب الطرفية ده هي شيء تاني سبب اخر موجود ولمسبب الكرامبات اللي موجودة طب تعالي نطلع فاصل يا دكتور ونرجع نكمل حلقاتنا خليكم معنا مشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب يا دكتور احنا بنتكلم على التهاب العصاب الطرفية عايزين برضو نعرف سببها ايه الاسباب التهاب العصاب الطرفية في مريض السكر رقم واحد السكر تمام احنا متفوقين ومش مختلفين لكن يجب على الدكتور ان هو فيه شوية علامات لو لقاها انه يدور على اسباب تانية لالتهاب الاعصاب الطرفية غير السكر القاعد اللي احنا داييد منقولها سدعاء انه مش كل التهاب في الاعصاب الطرفية في مريض السكر سببها السكر صحيح السكر هو سبب الأول لكن مش الأوحد فيقولوا فيه قواعد كده يقولوا إنه لو ده التهاب الأعصاب ده ناتج عن السكر هيكون دايما بيبدأ برجليه مش بيقديه واللي اتنين زي بعض رجليه لتنين مش رجلي واحدة واخد الإحساس مش العضلات طب إفروض يجال المريض واخد إيديه قبل رجليه ده يلفت انتباهي إن ده مش السكر اللي عامل حكاية دي أو إن واخد رجلي واحدة مش اللي اتنين برضو يلفت انتباهي أكتر شوي فيجب على الدكتور إن هو يستبعد بعض الأسباب التانية على رأسه أهمها لإصراف حقن فيتامين بيه اللي فيها بيه ستة ده رقم واحد اللي كنا علاء قبل كده مرة ومهم جدا إحنا بناخدها من نفسنا على طول إحنا أكتر شعب في الكون بيستخدم الحقن وكسل الغوضة الدراقية تاني بأكد عليها لأنها سبب رئيسي جدا ومهم جدا في التهاب العصاب الطرفي طيب عايزين بقى نعرف أنت قلت هتدي بقى الأمل اللي هو الحل أو العلاج طيب لو معنا ساعتين هوا نقولهم الله ينفع خمس دقيقة هنسبت خمس حاجات عشان تحمي نفسك من كل مضاعفات السكر سواء التهاب العصاب الطرفي أو غيره واحد سكر منتزم ده دور الطبيب نمرة اتنين ضغط منتزم تلاتة كولسترول منتزم طبعا كل واحدة ديها أرقام طبية نمرة أربعة التدخين لابد يقف إذا كنت أنت مدخن نمرة خمسة السيطرة على الوزن دول الخمسة الأساسية بعد كده أنا كدكتور هدي أدوية تعيد بناء العصب اللي تهشم واللي تبهدل تمام ها بيقعيد بناءه آه بياخد معي فترة زمنية شوية لكن في الآخر بيديناتك كويسة وبعض الأدوية اللي هي بتخلي الشعور بالألم تقل دي الحاجات الأساسية صدعية اللي احنا ممكن نشتغل عليها ستة أو سبع حاجات مهمة إن شاء الله يكون فيها الشفى للمريض من شاء رب العالمين طيب تمام دلوقتي بقى هنقول خدعوكا فقالوا إنه التهاب الأعصاب الطرفية حالة مزمنة لا يمكن علاجها هو الشعور ده جاه عشان فيه عندنا حاجة مهمة جدا اسمها الريزيستنت نيروباثي اللي هي التهاب الأعصاب الطرفية المقام لكل علاج يعني الدكتور بالفعل استبعد وجود أسباب تانية وتأكد إن التهاب الأعصاب اللي موجود حاليا سببه السكر وزبط السكر والضغط وكل السلور والمريض وقف الدخان ودينا الحاجات اللي بتعيد بناء العصب ودينا الأدوية اللي بتقلل من التنميل والحرقان وكل حاجة والمريض بالفعل خلاص ما فيش أي استجابة لأي علاج لحد كده الصراحة كان المقولة إلى حد كبير صحيح إلى هذا الحد الحمد لله سواء في الفترة الأخيرة بقى فيه تخصص ومش مشهور أو في مصر يعني مش موجود بشكل كبير اسمها عيادات علاج الألم عيادات علاج الألم دي تدخلات بقى معينة دي هيلة على فكرة جدا وعشان كده اللهم لك الحمد إحنا عندنا في المركز موفرين وكاديم الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة هي صعبة على فكرة يعني اللي بيشتغلوها في مصر بمهارة معدودين دي حقيقة صراحة لإنه بيدخل جوه العصب نفسه بيحين حاجات ما هي تخليك تحس يعني إحساسك بالألم بيقل بشكل كبير جدا كنا حرصين طوالوقتي نكون متوفرة عندنا عشان دي الناس أمل لإنه في الآخر لو المريض لسه بيعاني مهما زبطه سكره الشكوى اللي هو جالك عشانها اللي هي الألم اللي مش عارف ينام طول الليل وحلقات تخاني هو طول الليل في عز البرد يكشف رجليه ما يقدرش يغطيها مع الحار دايقه عايز الرجليه طوالوقتي برده تخليبها في شهر يناير مثلا وهو كأش في رجليه عشان ما يحسش بالتنميل ده فالحمد الله يعني بنحاول نحن نساعد فيها وبتجيب نتاج ممتازة جدا جدا ان شاء الله طيب هيل طيب دكتور احنا كده وصلنا لسؤال الحلقة الجاية ايه علاقة تأثير السكر على الجهاز الهضمي يعني هو السكر داخل في كل حاجة هو جزء تأثيره على الجهاز الهضمي هو جزء ما نحن نتكلم عنه النهاردة هو شكل من أشكال التابع عصاب الطرفي هنتكلم عنه تفصيلا ان شاء الله بأمر الله واتفاجئ ان فيه أعراض كتير جدا المريض بيوضع لسنين متشخص انه قولون او متشخص انه ارتجاع مريه او متشخص انه حاجات من هذا القبيل والحقيقة ان السكر هو السبب الرئيسي هو المجرم الخفي في هذه القصة يعني يعني دايما بنقول ان السكر ده مرض لازم يصحبه عشان نتعايش معيه صح بس مش صحوبية اننا بسمع كلامه في كل حاجة بصحبه بس انا الليدر لان انا بختلف شوية مع بعض الزبل في الحكاية دي احنا صحاب بس احنا مش رأسنا ببعض احنا صحاب بس انا اللي بحرك دايما نقولهم انا اللي تحت رجلي البنزين والفرامل يعني ايه انا اللي بنفسي اقدر اسيطر على كل حاجة وقدر اعمل كل حاجة لو انتزامنا ببعض التعليمات وانا اللي كمان ممكن موضوع يخرج عن سيطرتي ويبقى هو الليدر لو هو اللي بيقود الصداق لا هيدخني في مضاعفات بلا داعي انا اللي سيطر بالزبط ده انا اللي سيطر ده اساسي طبعا انا بشكر حضرت جدا يا دكتور ربنا يكرمك شكرا لك سعيد جدا ما حضرتك اهلا وسهلا نورتنا وبشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة